موسيقى شباب معناها تحتاج بطبيعتها في كامل طورة الجمهورية محتجة عن غلاء المعيشة عن غلاء المعيشة كانت بالخفزة تسعير متاحها بثمانين مليم ارتفعت المئة المئة وسبعين مليم مام قداش كان عمرك براهيم وقتها انتي انا كان عمري وثلاثة وعشرين وقتا وش كنت تخدم انا كنت نخدم في شركة نقل البضاءة كانوا عاملين لينا كار معناها تابعة الشركة توصلنا للمكان متاعنا عنده نزولي من الحافلة لعبات برشة وتعيط يا بورجيبة يا حنين رد الخفزة بثمانين عايت مع الناس شاركت مع الناس افهمتني حاصرنا الامن الوقت ذاك حاصرون الحرص افهمتي وتم القاء القبض عني جالي من الكلمة من الوهلة الاولى جالي يجيط ونقول لك على احنانا او عنا احنانا في المركز بالله العظيم كما تسمعوها مني تموازين المركز حيطة ضامن الغادي فهمتني نزلوا علي بالضرب وعملوا لي محظر المشاركة ومنع شنوه وكذا وبما فيها قلب النظام انا مواطن عادي انا نعرف النظامات وانا انا قلب النظام وكذا وكل شيء امتنعت عن الامضاء قتلوني بالضرب قتلوني بالضرب معناها اللي الموت شفت بالله العظيم اللي عصاها تهبط وعصاها تطلع الوقت اللي نهارت قوية ما لقل الوطايا ما يحبش يسترجل معنا ومنع شنوه عديه الفرقة العمرة عدوني الفرقة العمرة انا مشيت فارح انا في بالي مش نلجى قلوب رحيمة في المناه انا ما عامل شيء انا عيض تصحيح يا برجيب اي احني الروض الخفزة بثمانين هذا اللي اصدر من مني في فرقة العمران فهم دي تمو فما بحاثة انواع وشكال مناهة باسامي مقلوبة بما فيهم واحد عايتولو البقلوتي بقلوتي هذه تسمي انا انا اعرفها حشيك من الفلفل معناها الفلفل حار معناها البقلوتي حار هذي انا فهمت من اللي قالوا عايتلو البقلوتي فهمت كل شيء يجيني سي البقلوتي هذي اول منزل عليها بالضرب هو بحاثة اخرين كلية الضرب كلية الضرب كلية الضرب قالوا اذا ما ما يحبش حشاكم يسترجل ما يحبش يتكلم معناها شنو عمل بالضبط فهم قضيب فيدو دخلو في الوحد فضو في وقت اللي يجب دو ريتو سخون نار بالله العظيم اللي نزل عليها في ساقي الهناء انا الامارة ووريتها بجسم ازتماع في ساقي اليسرى هذي فهمت ايه مزلت موجودة التوب وعدة اثار في ساقي اليسرى زادها لحناه للي دخلت انا كيف دخلت فهمتني صبوا علي الماء ايه قالي طوا مش تمضي ولا لا انا عده بغت زي ايه فهمت قلوات اللي يجيب لي فهمتني طوا نمضي مضيت على المحذر هذاك بالله العظيم لن ندري عليها شنو اللي فيه تعديت قدام قعدت ساعة جامفي وفيفري ومارس هذونا ثلاثة شهور كل عمران ثلاثة شهور هذونا نرقدو على القاعة متاع السمان معناه في التنبك للبرد وفي تاو الوحد بالله العظيم من فسم تاعنا الموجود في بعضنا نرقدو عراية قصة في مساحة من ممكن ثلاثة متر على ثلاثة متر معناها تسعة متر مربع فيها يجي ممكن ستين بشر بالله العظيم يجيبونا الخبز كسكروتات هذونا يجيبوهم في اكياس بلاستيكي بلاستيك الاكياس الخبز يولي حاجاك معجينة مكل العرقة متاعه واحد ونياكلوها واحد يقولوش يحب يزيد اتهج من المساجين على الزيادة هذيك معناها عبارة باكل هجومة ذاك انا ريته كان لاتمثل في الكعبة الشريفة بالناس تزاحم باس وهو عليه الخبز ذاك نقسمو بالله يا الخبز ذاك لو كان يجيبوه تاو للحيوانات حشاك ما 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 تاكلوش من بعد فهمتني هزوني للبعد للجورجاني ماو صحاحت وصايت عديت للتحقيق وريته وقلت وصايت التحقيق رانت حلقت بالنار هاي الاثار هاي كذا تلفت لل الكاتب التاع وقالوا بتاقت اداع للسجن بتاعديت للسجن بداريخة اتناش مائة اربعة وثمانين المحكمة بتاعتون سمتا قصر العدالة انا الوحيد اللي حكمتني وقتا كما ما كان يحكي الاخ من منتفاق كان يحكي قال جاتنا مقرينة في الجريدة الاحكام كان موجودة هي فكت بدأ جريد صباحة تيتر من فوق الاحكام تتراوح بين عشرين وثلاثين سنة اشغال شهر اذاك هو وقت انا عشرين سنة اشغال شهر خرجت انا الاساس بيبالي ما انا عامل شي وعندي الوالدة اللي يرحمها افهمتني حاضرة معايا في الجلزة وجايبها لا يتبش على السياس ما شنروح فهمت حبطنا مفاوضة بتصريح بالحكم من بعد خرجنا خرجنا انا رئيس المحكمة انا اتذكروا الوقت اسمه عبد السلام بالاخضر افهمتني اول ما عايت عايت ليانا قال لي ما في تلاوة الحكم تحس ثم حاجة معناها ما هيش عادية قال لي رغما لنقابة صوابقك العدلية ورغم 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 قررت المحكمة الحكم عليك بعشرون سنة اشغال شاقة وتخطياتك بستمائة دينار هنا تحت وقت تحت على البلاسة فما صحافة وقتها تصور تحت على البلاسة هزوني فقط في جيور لوطة وامي وقتها حاشاك دم واحد وطيش تروح قدام بابنات الغادي الكراب قلت لما قلت لولي انا خلنا 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 على والدي فاندي مشيت هبطنا لجيور فما عاون امن صراحة كل انسان كل اندي حقا حقا قال لي بورقي باش مازال فيها وقريب يموت تو يموت ويسيبكم وتو منع شنوه وكذا الحصير انا وقتها من مناء القوام تشليت تشليت اصلا بصيف وقفت مناء رجعت نقف على سقائي سقائي في غراج نازونا لحب ستونس بعض بنهارين ولا بثلاثة ايام خرجونا يكون للنظور في سجن النظور ما نحكي لكمش استقبلونا استقبال مش غير عادي انتم محداث الخبز انتم عاش تعليمات وقتها والله ما نيش عارفة تنجم الهيئة متاعكم هي تبحث في الحاجات هذه وتتوصل انتم حداث الخبزة احنا حداث الخبزة اياما وبدأت ضرب وبدأت المشطة وبدأت كذا وانا عاش نوه هنا واحد من الناس كلموا الحراس في بعضهم كلموا وشايف الحراسة قالوا وين نضعوه هذا قالوا وزر الكاف الكاف ستة وثلاثين درجة تحت الارض درجة البرودة انتاعه ابرد من الفريقو بالله العظيم الا وقت اللي هابط للكاف هنا نفهمت وحابط فقد وحابط فدروه جانا ذا الكاف النجم نصف نصف هو كما معناها وصف دقيق وهذا تنجمه معناها تطلقه مما تنجوا الوصف صحيح او غالب همسين اتكلموا زاد الحراس في بعضهم قالوا فانا مكان باش ناضعوه هذا يا قالوا ضعوا في بيت الرتحة ما هو بيت الرتحة اخيراتها انا نعرفها مكان معدل الدواب ليس للبني قادل حطوا في بيت الرتحة هذي فهمت انحطوا لي سلسلة في يدي اليسار وسلسلة في سقايق قالوا لي يدي الليمينة ديام سايبة انفهمت بيت الغادي بالله العظيم الظلمة قعدت ممكن خمسة يام وستة يامة كاكف الغادي معامل شي لاني معاقب لحد شي دي اول ما يجب معناها منعش بث رعب مانيش فيها مبضة بط بقيت وقت اللي جاب ربي اينا شاد الوقت اللي هبط فيه هبط ممكن مع حكاية ما ساعتين ونص ما بعض في الظهر قاعدت بماناها نستخيل وصلت مانيش كي تالت بي للقاعدة الغادي في الكاف وفي الليل انا فما حاجة زا ما فوتها فما جرابة نسمع في الدوية متاحهم بالله العظيم عبارة للالالالا الحسر الصعيد انا ما خطر نتفرش في الواضع في التلفزة الاخطرة كتداوية ذاكا ماهوش دوية ايه تحسوا معناها يعطي صوت كبير الزرابة عم صيبين هم الغادي فما مساجين كيف يتحل البيب يضوى شوية عايطوا لي قلوا لي رد بالك ليلة من الزرابة انا ما شفتهم اشي ما قالوا لي ارتباك من الزرابة على ما ياكلوك بقيت ليلة كاملة نقص مو بالله وانا ما نها فهمت بداية كاك على الظلمة الدنيا ظلمة فهمت بداية كايف فهمت كل ما نسمع داوية متاع حاجة فهمت نعمل اكا بيدي على على الزرابة من بعد اه وصلت في النهار الثالثة مانيش عارف انا فانا وقت في الليل او في النهار او كذا مانا المخ متاعي قريب يتمس وانا نحكي لكم معنا نصر دولكم في واقع مرجوحة عندها اربعة وثلاثين سنة التالي والحمد لله يا ربي اللي معناها البشر معناها ربي سبحانه اللي مزال معناها مالك مدارك العقلية متاعه ويتذكر شنو وصار له وشنو بالتدقيق زيدي خرجوني من الكاف من الغادي فهمتني قالوا لي فهمتني هزوني اكي خرجت من الكاف وشفت الظوم تعربي معناها العينين متاعي ما هيش عادية فهمتني حتىاش اللي توافدوا عاد زملائي بداية الاحكام وجاءوا الغادي فهمتني للنظور و عشنا مع بعضنا معناها احداث الخبز المرلولة كما كان يحكي زميلي فارقون على الكراكة وقت فما شنبري يقولوا شنبري الارواح يا اخي احنا احنا مانا 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 نعرفوه الاجراء مجملة انا حتى كنقرأ في جريدة على قضية قتل ولا كذين نستنقل نقول كيفيش اضايا صار وكيفيش عمل يالتراه هذا ادمي ولا كيفية فهمتني بالله العظيم انا ضايا السيد كارتو شاسمه الباقلوتي ما انا فهمتني اني نحب ان نوجه له رسالة من هذا المنبر ناس قلوبها كل حجارة او اشد وقصف انا ما فهمتش انا والله يا هل تراه منيشني من بني جلدتهم انا شنو عامل انا بالضبط عليها ترغم لي باش الامضاء محظر فهمتني ما نعرفش شنو اللي فيه عليها تحرقني بالنار وانا بالنسبة في الختام الناس هذون بالنسبة انا مسامح اما على شرط فهمتني يقولوا شكون الاعتذار اول نقطة عندي هي الاعتذار وعليش اعمل له كاكه ومن بعد وقت اللي بيصير الاعتذار ويصير البهد النجم فهمتني نصافحوا بعضنا بايادي بيضاء ناصعة لا ملوثة فهمتني ونمشوا بهذا الوطن العزيز الى الامام واقول ما قاله الشاعر الصغير ولاد احمد احب البلاد كما لا يحب البلاد احد واقول كذلك بلادي وان جارت عني عزيزة واهلي وانظلموني كرامه واحنا وانا نريد نحب هذه الثورة تكون الشمعة الموضيئة على كافة الثورات العربية ونفتخر بها وبالعدالة الانتقالية وحين اذن نقولوا معناه اللي احنا اتوانسة واحنا نروا الناس بنا انا نحكي على روحي خصيصا ما ناش نروا باش نقتصوا منهم الناس هذون او لا كذي اه نمسامحهم اما يقول لي علاش علاش حرقني بالنار شنو عملت انا بالضبط علاش ومسامح شكرا سيبراهيم شكرا وسمحني سيادة الرئيسة وطلباتي في الاخر ما جاء به قانون العدل الانتقالية الاعتذار جبر الضرر ورد الاعتبار والسلام عليكم